موسيقى بين جدران الإصلاحية بدأت صداقة يونس وجمال لتستمر خارج أسوارها بتهمة حيازة المخدرات أدان قضاء الأحداث يونس البالغ من العمر 19 سنة وعوقب بثلاثة أشهر حبسا قضاها في مركز الإصلاح والتهذيب بن سليمان ظروف أسرية واجتماعية صعبة أوقعت يونس في شرك الإدمان مبكرا أما جمال والذي لم يتجاوز بعد سنة ثامنة عشر فقض هو الآخر فترتين حبسيتين متفرقتين بعد إدانته مرتين بتهمة الضرب والجرح فصول القضية تعود حسب أقواله إلى عداوة بين عائلتين تفضي بين الحين والآخر إلى أعمال ثأر متبادلة داخل مركز الإصلاح والتهذيب اختار يونس الالتحق بورشة السباكة فيما تمكن جمال من الحصول على شهادة في تقنيات الكهرباء الأثنان ممتنان لما تعلمه لكنهما يشكوان في الوقت نفسه من صعوبات في ولوج سوق الشغل تجربة الإداع في مركز الإصلاح والتهذيب لم تمنع الصديقين من الإقرار بما خلفتهم من بعض الأثر الإيجابي على سلوكهما التجربة ساعدت يونس على الإقلاع عن تدخين الحشيش وتعاطي الأقرص المهلوسة ودفعت جمال إلى التحلي أكثر بقيم المسؤولية والالتزام والتفكير مالياً في عواقب أي فعل منحرف قبل الإقدام عليها من إدخال الإصلاحية وذلك شيء عاد طاحوا لي أفكار من أن ندير شي حاجة في حياته مشي أمقاء الإنسان لن ندير شي حاجة في حياته ورغي فهم شي غادي يستغلق في المستقبل خصي يدير شي حاجة علاش يرجع بدون أن يوصل الحبس عاش كوالي شبالي ذك بلاست هو وليدي أشي كانوا يقولوا لي وعاد الحاجة من خصيش نديرها الحاجة من خصيش نديرها الحاجة هو هذا الخصي يقول لم يكون على بره من يكون هو على بره وم رايح دم ويمشي وبيخي أي حاجة تريد مشي أعرف بحق عقوب أخطأ القاصران ودفع ثمن الخطأ وخير خطاء من يتوب وينصالح حاله لكن متن صلح الحال تبقى يد المجتمع الممدودة السبيل الأوحد للاندماج من جديد والقطع مع كل احتمالات العود